السلام عليكم معكم باش مهندس ايبك من سنتر موازي. النهاردة هنتكلم في الفوتوشوب على حاجة كده جديدة وهي موضوع البراش. ازاي اقدر اشتغل بالبراش في الفوتوشوب? واطلع منها اشكال جميلة. ممكن اشتغل بيها في ديزاين. طبعا التول بتاعة البراش عندي في التولز هنا اهي. ده مكانها. عايزين اعرف ازاي هقدر اشتغل بيها. مبدئيا انا ما بشتغلش على البيضة الموجودة في ببدأ اعمل جديدة بشتغل فيها بتاعتي. ليه علشان افضل ما اختفز بتاعتي. مقفولة وبيضة. اشتغل بيها تبقى تحت خالص هي اللي بارجع بيها بالدزاين عبيض زي ما كان. طيب بعمل منين باجي تحت عند قائمة بلاقي فيه اسمه بعمل منه جديدة. هي اللي ببتدي اشتغل عليها موضوع ده. طيب انا باللوقتي اكتفت البراش تعالي نفتح من فوق كده نختار شكل بتاعتنا. طبعا البرنامج بيبقى نازل فيه جهزة بقدر اشتغل بيها كل دي جهزة. طبعا ان انا ممكن اجيب مسلا من اي حد من صاحبنا او من اي مكان. وبدخل عادي جدا في البرنامج بطريقة سهلة بان انا باسحبها جوة دي او من هنا بقول له انا عايز اعمل وبختار مكانها من على الجهاز. طيب انا مثلا هختار اي شكل عالية جدا بالطريقة دي كده. وهبطلق اتحكم في حجم بتاعتي سواء من هنا دوت او بان انا ادوس على اللي هي علامة اكبر من واصغر من في الكيبورد. اللي بتصغر معي البراش والجيم بتصغر البراش. طيب. وهبدأ ان انا ارسم بالبراش بتاعتي الحاجة اللي انا اعايزة. طبعا دي شكل عادي جدا. انا دلوقتي موجودة على لير جديدة. عايزة امسحها. عايزة اعمل لير جديدة واشتغل فيها براش بشكل مختلف. بغير شكل بتاعتي. كم مسلا اجيب بشكل مختلف شوية. طيب برضو اكبر بتاعتي. بالشكل ده. ممكن اعمله الفيكت فوق حاجة او اشتغل بيه دي زي. طيب. تعالوا بقى نتعلم مع بعض ازاي هقدر اعمل. انا براش خاصة بيا ازاي. تعالوا نمشي الخطوات مع بعض كده. هندخل صورة من الجهاز. وليكن مسلا الصورة دي. طبعا احسن هي تكون صورة من غير زي كده. عشان اشتغل بالصورة بس مايبقاش لها منورة. هبدأ ان انا هقول له عايز اعملها ازاي? من واختار امر اسمه يعني اعمل لي اعمل لي الصورة دي عبارة عن نصف فرشة جديدة. او ما درست بيقول لي عايز اسم بتاعتك ايه هسميها اي اسم. هقول له اوكي. هاجي بعد كده نمسح الصورة دي خاصة او نعمل لها ونيجي نعمل لاير جيدة نشتغل فيها بتاعتنا. اختار. هننزل تحت خالص في البراشس. هنلاقي اخر انا مكريتها هي بتاعت شكل مي كده. هبدأ لنا دلوقتي ارسم الشكل دوت باللون دي انا مختاره هنا في او ممكن اغير اللون ده مسلا نجيب لون تاني. وابدأ ان انا برضو هلون بالشكل. دي طريقة ان انا اشتغل كل البراشات عندي في البرنامج. طبعا اشكال البراشات كتير وممكن تشتغل في الديزاين من شكل جميل. وهتبقى مفيدة معنا في الديزاين. شكرا وان شاء الله نكمل في فيديو تاني بايد الادوات. اشتركوا في القناة